شهد الفريق الركن معالي شيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم ختام فعاليات التمرين البحرية المشترك لقيادة خفر السواحل الحارس اليقض سبعة الذي شاركت فيه عدد من إدارات وجهزة وزارة الداخلية بهدف الوقوف على مستويات الجهازية خصوصا فيما يتعلق بالأمن البحري في مياه البحرين وسواحلها التي تشكل محورا رئيسيا في منظومة العمل وأداء الواجبات لدى قيادة خفر السواحل وقد طلع معالي الوزير على إيجاز لجنة الأعداد والسيطرة ومجريات عملية التنفيذ في ضوء الفرضيات المطروحة وأهداف ومراحل التمرين بما يعكس قدرات الأجهزة الأمنية على العمل المشترك في إطار التكامل والتنسيق يتنى أداء المهم الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والتصدي لعمليات التهريب والتسلل ضمن الجهود الهادفة إلى زيادة القدرات ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية وبهذه المناسبة أشهد معالي الوزير بالاستعداد والجاهزية العالية الواضحة خلال مراحل التمرين والروح المعنوية العالية للمشاركين الأمر الذي يساعد في تحقيق الأهداف وإنجاز المهام ورفع مستوى الأداء بما يعزز دور خفر السواحل في حفظ الأمن مطنيا على كفاءة وقدرات خفر السواحل وبقية الإدارات المشاركة وما أبدوه من تعاون وتنسيق في الخطط والتنفيذ وأوضح أن السمرار إجراء التمرين على مدى هذه السنوات يظهر التخطيط السليم والجهود المفذولة في مجال بناء القدرات وتعزيز الخبرات كما يعكس جدية وتميز أداء خفر السواحل والإدارات الأخرى المشاركة مشيرا إلى أهمية مواصلة البناء على هذه النوعية من التمرين خلال المرحلة المقبلة واكتشاف مواطن القوة لتدعيمها ونقاط الضعف لمعالجتها في إطار العمل الأمني الميداني المشارك الأمر الذي يتطلب مواصلة تزويد خفر السواحل بالمعدات والمنظومات التكنولوجية والتدريبية وتهيل منتسبيه وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من جهة عرب اللواء ركن بحري على سياد قائد خفر السواحل عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير على رعايته فعاليات ختام التمرين البحرية المشارك الحارس اليقظ سبعة ودعم معاليها المستمر لتطوير وتحديث جميع إدارات وزارة الداخلية من بينها قيادة خفر السواحل كما أشهد بمتابعة سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام الأمر الذي له أكبر الأثر في النهوض بمسيرته العامل الأمنية في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر